على وقع الهازيج والتسفقات اعتال شيجي بينك سدة الحكم في الصين من جديد وفي ولاية هي الثالثة تواليا والأولى من نوعها بعد تعديل الدستور الذي كان ينص على تسليم السلطة مرة كل عقد وكما كان متوقعا ودون أي مفاجآت كان التصويت بإجماع الـ 2952 عضوا في الدورة الرابعة عشر في المجلس الوطني لنواب الشعب السينية وبدون أي صوت معارض أو ممتنع في ظل غياب أي مرشح منافس أقسم الآن أنني سأكون مخلصا لدستور جمهورية السين الشعبية وأدافع عن سلطة الدستور وأؤدي واجبات القانونية سأكون مخلصا للوطن الأم والشعب سأؤدي واجبات بكل تفان وأمانة سأسعى جاهدا لبناء بلد اشتراكي حديث وقوي مزدهر وديمقراطي ومتحفر ويأتي فوز تشي بعد تمديد رئاسته للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية في أكتوبر الماضي لمدة خمس سنوات أخرى وهم المنصبان الأهم في سلم السلطة بالبلاد كما شهدت الجلسة الانتخابية تسكية هان تشينغ نائبا أولا للرئيس والذي تعهد بدوره للولاء للشعب والبلد أتعهد بالولاء للدستور جمهورية الصين الشعبية وحماية سلطة الدستور والوفاء بالتزامات القانونية والولاء للبلد والشعب والالتزام والصدق في واجبي وقابل إشراف الشعب والعمل من أجل بلد اشتراكي حديث عظيم مزدهر وقوي وديمقراطي انتخاب تشي جي بينغ لولاية رئاسية ثالثة يأتي في عز تأزم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وسباق الهيمنة بين بيكين وواشنطن إضافة إلى هواجس غربية باستفاف الصين إلى جانب روسيا في صراعها مع الغرب على أراضي أوكرانيا اشتركوا في القناة